لتحليل المتابعة نضم إلينا منتو نساء الكاتب والمحلل السياسي لطفي بن الصالح يا سيد لطفي أولا كيف رأيت مجريات هذه الجلسة جلسة المسائلة وسط غياب العديد من البرلمانيين مساء الخير رغب غياب العديد من النواب البرلمانيين اليوم في جلسة المسائلة وسائلة وزيري الداخلية والعدل فيبقى القول في نهاية الأمر أنها جلسة للضغط على حركة النهضة وحكومة يوسف الشهد معا فسياسيا ما تم ربحه بين معاقفين اليوم هو حشر حركة النهضة مجددا حشرها في زاوية حادة وخطيرة مآلها اتهامات أو مفادها اتهامات خطيرة بظلوعها في أو تدبيرها لتنظيم أمني سري ظالع في الاغتيالات السياسية لكل من محمد إبرهامي وشكري بالعيد هذه الاتهامات كانت يتم تواطرها في وسائل الإعلام وعلى لسان العديد من البرلمانيين لكن الجلسة شهدت تبادل اتهامات ربما وقف بين نواب المعارضة وحركة النهضة ليس كذلك؟ نعم كانت هذه الجلسة فرصة متجددة وسانحة يعني قد لم تكن تظفر بها المعارضة الآن الجبهة الشعبية وكذلك حركة نيداتونس التي انضمت مؤخرا لصفة المعارضة لما كنا تظفر بها لولا الضغط المصلطة اليوم على حركة النهضة التي أرادت أن تكون هذه الجلسة سرية وغير علنية وهو ما يطرح عدة استفهمات وتساؤلات حول لماذا رفضت منذ الأول حركة النهضة أن تكون هذه الجلسة علنية هذا ربما أقول ربما ما يبرز ظلوعها في عدم الكشف محامو الدفاع يا سيد لطفي في ملف اغتيال أثناء حكم فترة ترويكا طيب محامو الدفاع في ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي تحدثوا كثيرا عن أدلة تؤكد ضلوع حركة النهضة في هذه التنظيمات السرية والاختيالات هل تم تدولها في أروقة الاجتماع تحت قبة البرلمان؟ هل تم الحديث عنها أم لا؟ نعم تم الحديث يعني من قبل المعارضة بصفة عامة يعني من قبل عضاء الجبهة الشعبية وكذا كان يدى تونس عن وجود أدلة بالوثائق وأجهزة تنصت وغيرها كان يحتاج عليها المدعوه مصطفى خذر القريب من حركة النهضة والذي كانت له تسالة مباشرة مع رجل غنوش رئيس حركة النهضة هذه الأجهزة وهذه الوثائق موجودة في غرفة سوداء هذا ما أكده اليوم النواب لوزير الداخلية موجودة في غرفة سوداء تم الحجز عنها من قبل قضاء التحقيق أي تم الاعتراف بوجود غرفة سوداء في وزارة الداخلية من قبل القضاء مؤخرا هذه الاتهامات واجهها وزير الداخلية اليوم بتسويف وابتعاد عن الأجوبة المباشرة من ذلك أن وزير الداخلية يؤكد ويصر على مبدأ سرية تحقيق وما إلى ذلك شكرا جزيلا ضيفي من تونس الكاتب والمحلل السياسي لطفي بن صالح أشكرك جزيلا على ما تفضلت به